السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله خاص بالمشاوي لواحد الخريجة للطبيعة داو بدأ كي يزيان الحل مشكلة هاد المشويات نشوفوا المقادير ان شاء الله نبدأ بالمقادير ديال الدجاج قطبة ديال الدجاج عندي هنا واحد طريف ديال المنغا وقطعته طريفة صغر نستعليه شوية ديال الخل الرمان دا باس تعليه معلقة ديال العسل و معلقة ديال صلصة الصوجة انا نضت مقطع الشايش لحيت الشايش لحيمة و غريط ما مصصوبة في البيت و زيت التوابيل كاينة الملحة قيد 3 درس التوبة هذه اللهم ت��안ينة تطحن على مايكسور اضع طريفة ديال الدجاج اما قطعة طريفات و نجعله في المغيداء و نجعله في تلاجه يجعله مدق رائع قطبان الحم نشد لحيمات طريفات الغنمي و البقريل و نشد ربيع و القصبور و المعدنوس و نضيف بصيلة صغيرة و بالسبب و توابين من يبزار و حميره و الملح و ترطقه القرفة و لو كان لكم سكين يأخذون رائع سوف تخلطوه و نحا اخذونه و نبيل المغيد باقي �야지 و نجعله في تلاجه و نضيف وسلع و نجعله في تلاجه نقطع رقيق و نضيف زويته السوداني زيت السودانية مصوبة في البيت و بالنسبة للتوابير الملحة والتحميره البزار والكامون والقرفاء والسكنجبير سوف نخلط هذا كله و سوف نخلطه في المغيدائي و نضيفه في التلاجة و هذا هو السوداني نضيفه مدقه رائع و بالنسبة للسودانية الملحة والكامون سوف نضيفه لعدة نضيفه وتضيفه جديد نضيفه كل نوع سوف نضيفه سوف نضيفه لجهزيم نضيفه القضرة وهذا هو الاقتراح ديال اليوم استمحوا لي ما صورتش كل شي ديال المشاوي لان اللي كيتكال مع الغابة يجيب الجو ديالغابة يجيب الجوع بزاف بالنسبة للدجاج التتبيل ديالو كتجي رائعة جدا جربوها ما غدش تندمو عليها ما تنسوش تشتركو في القناة وتفعلو الجرس باش يوصلوكم إن شاء الله وصفات أخرى وإلى عندكم شي سؤال خليوا في تعليق وكن أكد لكم جربو الدجاج غيجيكم رائع السلام عليكم ورحمة الله